أستاذ محمود التراس ابن عمّة نايرة أستاذ محمود البقاء لله بنامه بالله كلمني عن نايرة هي نايرة يعني هي مش بس بنت عمّتي هي أختي وكل حاجة يعني ونايرة طرق عمرها طيبة ويعني ما بترداش عن نفسها حاجة حرام هو واحد جه حاول ان هو يتقدم مرة ومكانش بيتقدم هو جي قاعد مع والدها كلام عادي جدا وانا عايب أحبها وعايز أتقدم لها باباها رفض وهي كمان كانت رفضة وما كانتش قبل الموضوع فهو ده كان كله الموضوع من بداية فضل بعدها يهددنا ويعمل أكوانتات في كلنا كلنا ويلعيلا كلها ويدخل يشتمنا ويركب صور ويشتم ويهزق وإحنا كل ده نعمل بلوكات 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 ونقول مش مشكلة عيل 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 ويعني مش هنكبر الموضوع وعملنا فيه محضرين محضر في القاهرة وفي جرائم الإنترنت ويعني وعملنا هنا محضر في اسم أول في المحلة وفرضو الحكومة مقدرتش تسيطر على شاب بيبتز بنت إحنا يعني إحنا مش عارفين نقوله بصراحة تمام؟ وإن طالب ينزل من بيته ومعاتي الكينة ويعدي من نقطة التفتيش ويوصل لحد الجامعة ويقتل ده بحد ذاته أنا أسأل في مين؟ يعني حرقة قلبنا وحرقة قلب والدها وممتها أسأل في مين؟ أنا عايز بس حضرك ترد علي أسأل في مين؟ ولا هو مجنون ولا هو متخلف وتلات سنين امتياز في الكلية وأنا معهم في الكلية وفي تلت عربي بس هم في رغات شرقية أسأل مين؟ نعمل بلاغ والبلاغ يتراكن والبلاغ يتراكن والبلاغ يتراكن وماذا بعد؟ هل لم أكنتا تغشي handlingه س whirlお continually compl multipl щarter كانوا يجبوه مثلا بيحققوا معاه بيقوله ولا what band ولا احى شيء نعمل بلاغ وناخد رقم جنب والموضوع يتقفل على كده نعمل بلاغ تاني والمواضوع يتقفل على كده وعملنا بلاغ في الى الحك ошиб ونوجplatz ولا احد متحرك طبيعة هي بنت نزلة من بيتها يوم الامتحان لا يرحمها يوم الامتحان كانت نزلة عادي راح امتحانها واحد هددها عادي ما بقى له سنتين بيهدد تمام واحنا سكتين عادي وبيعمل اكوانتفك وبيهددنا كلنا وعادي مش مشكلة اكيد مش هتجيب بالها ان هي تنزل عاملة حسابها ان هو هيحبسيها كده اكيد لا يعني ان انا شوف يعني يا رختي اشوف رختي قدامي انت كفا وان انا احزلها بيهد الاطر ايه مش حاجة صعبة على الواحد واحنا بنطلب بحاجة وسيدة خالص الطلب من قتلة يقتل ولا بعد ايه احنا عايزين احنا عايزين حقنا ننطلبش اكتر من حقنا وبس يعني ده اقل حاجة في الاعدام اقل حاجة في الاعدام وانا عندي انا حضرتك انا كنت في كلية النهاردة وسألت الناس في الكسم والدكتور بتاع الكسم عندهم كان يشرفنا دلوقتي وقالنا ان هو كان عائل وكان في كامل قوال عقلية وان هو حضرتك يعني ثلاث سنين امتياز في كلية مفيش حد مجنون ثلاث سنين امتياز في كلية؟ ثلاث سنين امتياز في كلية والدكاترة ودكتور محمود الجهيدة عميد الجامعة ايلي الكلمة دي النهاردة ان هو ثلاث سنين امتياز في كلية فطبيعي انه مش مجنون ولا حتى لا 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 محدش قال انه مجنون لا 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 محدش قال انا بتكلم زي ما الكلام اللي بنشوفه عنه لا لا ده كلام فارغ دي مبررات يا محمود ده فيه ناس بتطلب تحاول تطلع مبررات مبررات يعني حقيرة زي ما انا قلت علشان تتمهد يعني دي مبررات دي مبررات غير منطقية احنا والله مش بنطالب بحاجة بنطالب حرقة قلبنا دي تروح لما نشوفه يتقتل دايم قتل بنتنا هل فعلا خالك ابو نيرا رفض يعمل عزة الا لما يتحكم عليه ايو يا فندم احنا ربطين نعمل اي عزة واي قرآن القرآن شغل في البيت وكل حاجة مش هنشغل قرآن في الشارع لما يجي حقها وقت ساعتها نعرف ناخد عزانة وناخد حقنا بجد ونعمل عزة بحطنا اما هو طول ما هو عايش وبيتنفس وقتل بنتنا طول ما احنا مش هنعرف نعيش حتى وحقها هتاخدوه يا محمود حقها هتاخدوه انا عايزين حقها اقرب امها طمني على امها هو تحبس خلاص وعلى طول انا متأكدا انيابة هتحيل الامر المحاكمة عجلة انت بتتكلم في اسابيع قليلة وحتشوف حق نيرا قولي يا محمود امها تكلمني عن والدتها مصر كلها تدعي لولدتها وتدعي لباباها ودعي لولدتها وباباها مش احسن حال وبالذات ماماها امامتها طبعا احسن حال ايه ده ده حالتها اكيد زي الزفت شكرا يا محمود يعني مش عارف اقولك ايه انا بس اخد من كلام محمود واتمنى من الدخلية انها في بلاغات عدم تعرض او عدم التعدي ان احنا نشوف ماذا حدث في هذه البلاغات انا عارف انه في بلاغات كتيرة جدا بتتحرك وعارف انه في بلاغات انا عرفها كتيرة من عدم التعرض وعدم التعدي فعلا حصل فيها انذار للمتهم عايزين بس نعرف ماذا حدث في بلاغات عدم التعرض وعدم التعدي اللي قدمتها نيرا واسرتها ضد هذا المتهم بقتلها علشان يعني هنا في قضية مهمة لأنه هو عدم التعدي ده لازم ييجي ويتجاب ويمضي وعدم التعدي بس الاسم بيقوله احنا بنحذرك من عدم التعدي فبيمضي على تعهد هل ده حصل ولا ما حصلش نتمنى انه بس نعرف من الداخلية هذه المعلومة وكمان من قضية الانترنت مباحث الانترنت البلاغ اللي هم قدموا